وهنا بقى هو مربط الفرص هو ده اللي احنا جايبين للحديث علشان جايبين للحديث علشان نتعلم الاتزان ونقف قدام ظاهرة مهمة جدا جدا في حياتنا وهي ظاهرة التطفيف الحياتي ان فيه ناس بيمرسوا التطفيف يعني ايه بيمرسوا التطفيف يعني يحصل على حقه كاملا ثم بعد ذلك ينتقس من حقوق الاخرين ودور ربنا وصفهم في سورة المطففين شوف ربنا سمى سورة باسماء هؤلاء وكأنه عايز كمان ما سماشي السورة سورة التطفيف لكن سمها سورة المطففين عشان دي مسألة تتعلق بالشخص بتتعلق بوجدان الشخص بتتعلق بأفكاره بتتعلق بنفسيته فقال سبحانه وتعالى ويد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يبقى إذن هناك تطفيف والتطفيف على فكرة لا يكون فقط التطفيف في الميزان الناس بتفهم أن التطفيف في الميزان فيخلي الواحد يغش في الميزان لا الآية أوسع بكتير من التطفيف في الميزان إيه اللي حاصل؟ التطفيف في يكون في كل محل في حق إذا الإنسان حصل على حقه إيه اللي حاصل؟ ومنع حقوق الآخرين أو انتقس منها أو ما طل فيها فده نوع من أنواع التطفيف طيب ليه حضرت ليه مولانا سبحانه تعالى بيقول ويل المطففين لأن وكأن التطفيف بيطعن في حقيقة إيمان هذا الشخص لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي عشان كده كما من الحاجات اللي لابد نراعيها مع أحبابنا العمال إن إحنا نراعي قدرتهم البشرية ولا نكلفهم ولا تكون عمل بوسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف هو بيوصب الخادم ويبين حقه ولا يكلف إلا ما يطيق فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله ولا تعذبوا عباد الله يبقى ليه طيب؟ لأنهم خلقا أمثالكم دولة زينا لأن في صنف من الناس بيعتبر أنه بدل خد أجرى من حقي إن أنا أعمل إيه؟ أهلكو بالمال اللي أنا دفعته له لازم أخد مش أخد حقي أخد فح حقي فبيعمل الناس لا سيما أحبابنا من أصحاب الحرف بصورة فيها ظلم جدا فبعد ما الإنسان يخلص شغله ويبذل فيه مجهود كبير يبدأ يسفه من العمل اللي عمل وإنت عملت إيه غير كذا 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 ويشويهه علشان إيه اللي حاصل؟ يأكل عرقه بالمعنى المصر الواضح ليه طيب هو بيعمل كده؟ لأنه هو متصور لأنه هو خلاص وما عملش حاجة وكل اللي عمله شيء بسيط طيب أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ أنا لاحظت ملاحظة مهمة جدا جدا أن بعض الحرف الناس اللي بيشتغلوها دلوقتي بسبب أو بسبب أن الناس عند بعض الناس بقى فيه كسر شوي لكن في بعض الأحيين لما أعدت مع الناس أصحاب الحرف سمعت أنهو بيقولوا حاجة مهمة قواوي الشغلانة مبقتش جايبة أمها ومليانة وجع قلب فسألت عن وجع القلب ما بقيتش جايبة أمها عشان التكاليف بتاعة المواد والحاجات اللي زي دي لكن ما بقيتش جايبة أمها ليه؟ قال لك ما بقيتش جايبة أمها عشان الناس اللي بيعملوه يعودوا يقللوا 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 وكأن أنا أجريتي دي على الشيء اللي أنا عملته مش المفروض يدهوني كامل مع أن سبحانه وتعالى حذر من ده تحذير شديد فقال سبحانه وتعالى وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ يجي واحد يقول لي ما هو بيغلي كده صحيح؟ أنت ممكن تعتبر بيغلي بس هو المعيار إيه؟ المعيار أن ما يسمى البقاب المعتدل المقابل اللي هو عليه الناس وما تعرف عليه الناس من الأجرة كمان حابب أوجه رسالة لكل العمال وأصحاب الحرف وكل واحد بيقدر سلب عمله لازم نرجع مرة تانية لفكرة إتقان العمل يعني شوف إحنا عايزين نقول إيه؟ التطفيف بس مش بيكون في جانب واحد لأن بعض الناس بيعشاؤوا إن هم يبقوا في صورة نصير المظلومين هقول له أوقف شوية هو مين المظلوم؟ هو معنى إن واحد معه فلوس واحد معه فلوس أقل يبقى دايما المظلوم هو اللي عنده فلوس الأقل؟ لا نحن بنتجلم في العمل ولزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ما يسمى التركيز بيعلمنا الانضباط في تقييم الأشياء لما أجي أتعامل مع موقف في عقد وهو عقد الإيجارة ما جيش في صف واحد على حساب التاني ولزاك هيكون ده عدم اتزان ولزاك إيه اللي حاصل؟ لو جي أجير بقى وبعد ما كلمنا عن صاحب عن من يدفع المال المؤجر ده الشخص اللي طلب إن الشخص ده يعمله العمل ده وناله ولا تبخسوا الناس أشياءهم صحيح فواحد قال أنا ما بخستش الناس أشياءهم بس ممكن تبص إلى واقع الحياة اللي عندنا آه بصيت لواقع الحياة اللي عندنا فوجدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصف المخلصين في عملهم إنهم بيعرقوا فلازم إيه اللي حاصل؟ لازم بعد ما يخلصوا طعبهم إيه اللي حاصل؟ يحصلوا على أجورهم على أكمل وجه بقى عندنا إن مفهوم الحلال يساوي إنه يأكل من عرق جبينه وفي الوقت يجي بالطرف الآخر إنه يعطيك حقك كامل غير منقوس فور الانتهاء من عملك لدرجة إن الفقهاء يذكروا مسألة في غاية الدقة بس في نفس الوقت لازم أقول لك حاجة مهمة قوي ده في حالة إن الشخص لازم يكون متقن عمله وفي بعض الأحيان الناس بتشتغل المهن وده وتناحذر منه جدا إن ده برضو ممكن يكون من التطفيف إن ناس تروح تشتغل مهن غير مستعدة لها فتفسد أموال الناس وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى حذرونا من أن نأكل أموال الناس بالباطل فسبحانه وتعالى منعنا من أن نأكل أموال الناس بالباطل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له حق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار فليأخذ أو ليدعه